السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعكم دكتور ريدا الواحي. ووضوع حلقتنا النهاردة عن الشيب المبكر. وازاي نعالجه? كمان ازاي نمنع ظهوره مرة اخرى. والشيب ليه نوعين? الشيب طبيعي وشيب مبكر. الشيب الطبيعي ده مرتبط بالتقدم في العمر. يعني بيزهر في بداية الاربعينات والخمسينات. وبيزيد مع التقدم في العمر. وده نتيجة ان الخلايا الصبغية بتقلل من انتاج مادة الميلانين. النوع التاني اللي هو الشيب المبكر. وده بيحصل للشباب في سن المراقع وفي بداية الاشرينات. وده بيكون ليه اسباب كتيرة. ولازم طبعا نعرف الاسباب الاول عشان نعرف نعالج صح ويكون علاجنا على اساس علمي. طب ايه اسباب ظهور الشيب المبكر? اول حاجة التوتر والقلق والضغط النفسي. بيقدي الى ظهور الشيب المبكر. تاني حاجة العامة الورصية. العامة الورصية بتلعب دور كبير جدا في ظهور الشيب المبكر. وبيكون وراسي من احد افراد العائلة. تالت حاجة نقص فيتامين بي اتناشر. الارض بيقدي الى ظهور الشيب المبكر. تالت حاجة نقص معدن النحاس. خامس حاجة نقص الحديد في حالات الانيميا وفاق الدم. سادس حاجة اضطرابات في الغضة الدراكية. سواء بالنشاط او بالخمول. الاتنين بيقدي الى ظهور الشيب المبكر. سابح حاجة افراد في تناول الاكل الغير صحي بيقدي الى ظهور الشيب المبكر. ليه? لانه بيحتوي على دهون مشبعة. وكمان بيحتوي على سكريات عالية. طب ايه العلاج? العلاج بينقسم الى قسمية. اول حاجة التغذية السليمة لتعويض النقص في الفيتامينات. والمعادن. تاني حاجة الوصفات الطبيعية اللي بتعمل على تغطية الشيب الموجود فعليا. ومع استمرار الاستخدام بتمنع من ظهور الشيب مرة اخرى. اول حاجة التغذية السليمة لتعويض نقص فيتامينات والمعادن. اول حاجة نقص فيتامين بيت ناشر. هنعوضه ازاي? هنعوضه من اللحوم الحمرة والكبدة والكلة للغنم والبقر. كمان من الاسماك الدهنية زي السردين والتونة والسلمون. كمان من الحليب ومنتجاته. كمان من البيت. كمان من المكسرات. تاني حاجة نقص الحديد. هنعوضه ازاي برضو من اللحوم الحمرة الكبدة المحار السبانخ البروكلي الشوكولاتة الغمقة وزور اليقتين والبكوليات تالت حاجة نقص النحاس هنعوضوا ازاي برضو من اللحوم الحمرة الكبدة الدواجن الخضروات الورقية المكسرات الحبوب الكاملة والرخويات طب لو عايزين نستخدم مكمل غزائي عوضنا من نقص بيتا من بيت ناشر والحديد والنحاس ويكون كله في كابسولة واحدة هنستخدم ايه? افضل حال هنستخدم الريال فيت جي ليه كابسولات بتحتوى على كل العناصر الغزائية اللي بيحتاجها الشعر للنمو الصحي وكمان لمنع ظهور الشيب المبكر وكمان بتتميز انها بتحتوى على فيتامين بي اتناشر وعلى الحديد وعلى النحاس كمان بتحتوى على الزينك والبيوتين واللايسيد هنستخدمها ازاي? هنستخدمها كابسولة واحدة بس بعد الفطار كابسولة واحدة بس بعد الفطار لمدة قد ايه? لمدة 3 شهور ونيجي للوصفات الطبعية واول وصفة معنا وصفة الحناء الطبعية طيب ايه مكوناتها اول حاجة معلقة كبيرة من الحناء معلقة كبيرة من القهوة الغمقة اتنين معلقة كبيرة من زيت السمسم اتنين معلقة كبيرة من زيت حبة البركة طيب هنعملها ازاي هنخلط المكونات دي مع بعض كويس جدا لغاية ما نحصل على عجينة متجنسة عجينة متجنسة بعد كده هنفردها على الشعب وفروة الرأس مع التدليل لمدة دقتين وبعد كده هنطرقها لمدة ساعتين وبعد كده نشطف والشطف هيكون بالماء فقط ماء فقط مش هنستعمل الشامبو طب هنستعملها كم مرة هنستعملها 3 مرات في الاسبوع طب لمدة قد ايه لمدة 4 شهور بتتميز بايه بتتميز ان هي بتعمل على تغطية الشيب المبكر الموجود فعليا كمان باحتواء كل مكونات الوصفة على مضادات اكسادة وبالتالي فهي بتاخر من ظهور الشيب المبكر يعني بتعالج الشيب الموجود فعلي كمان بتاخر من ظهوره مرة اخرى التاني وصفة معنا وصفة الشاي الاسود تبقى مكوناتها كوب كبير من الماء واربع معالق كبيرة شاي اسود كوب كبير من الماء واربع معالق كبيرة شاي اسود هنعملها ازاي؟ هنجيب وعاء ونحط في الماء والشاي وهنغليه على النار لمدة عشرين دقيقة بعد كده بنشيله من على النار ونتركه لغاية ما يبرد بعد ما يبرد هنصفيه في بخاخ وبعد ما نصفيه هنضيف عليه عشر قطرات من زيت الروزميري عشر قطرات من زيت الروزميري وهنرجه كويس وبعدين نستعمله كبخاخ للشعر وفروط الرأس مع التدليق لمدة خمس دقيقة ونتركه لمدة ساعتين وبعدين نشطف والشاطف بيكون بالماء فقط الشاطف بيكون بالماء فقط تب بتتميز بايه الوصفة دي؟ تتميز انها بتعمل على تغطية الشيب المبكر الموجود فعليا كمان الشاي بيحتوع على نسبة عالية من مضادات الاكسادة القوية جدا وبالتالي بتمنع من ظهور الشيب المبكر مرة اخرى يبقى بيغطي الشيب الموجود فعليا كمان بياخر من ظهور الشيب مرة اخرى تالت وصفة معانا وصفة عصير البصل ودي هسيب لكم رابط بتاعها في صندوق الوصف عشان الوقت ودي بتتميز بايه؟ بتتميز انها بتحتوى على انديم الكتاليس والانديم ده بيتميز ان هو بيعمل على القضاء عالves الشيب الموجود فعليا كمان بياخر من ظهور الشيب المبكر يعني بيعالج الشيب الموجود فعليا كمان بيمنع من ظهوره مرة اخرى وفي الآخر أتمنى أكون قدمت معلومة مفيدة وتكونوا استفدتوا منها أي استفسار سبهوا لي في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة